أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين أتكلم بقى عن الأهلي أتكلم عن الأهلي جمهور الأهلي زعلان زعلان عنده حق إيه زعل عنده حق إيه زعل في بقاله فترة الأهلي مش فحلته بقاله فترة الأهلي مش فحلته الأسباب إيه؟ الأسباب الجمهور بيدور عليها بس مش لقيها حاس اللعيبة ما عنداش الحماس حاس اللعيبة ما عنداش الدافع عايز يكون فيه قرارات حاسمة عايز يكون فيه قرارات دلوقتي وما الجمهور يزعل وما جمهور الاهل يزعل يتشال فوق الدماغ دي رسالة للعيبة اما جمهور الاهل يزعل يتشال فوق الدماغ مش انا على فكرة اللي قلت كابتل محمود الخطيب كمان اللي قلت مش انا اللي قلت طيب اللعيبة المشهد اللي بيقدموه ده المشهد بقدموه بقالهم فترة ده لازم يوفر مع نفسهم افاق الحدود الاهل ما يخسرش موتش واتنين وثلاثة والاهلي جمهوره مش متعود ان يبقى بالصورة دي الجمهور من حقه يزعل من حقه ينتقد يهاجم لعبته وينطقده وانعترض عليهم براحتك تعمل اللي انت عايزه تعمل اللي انت عايزه تهاجم وتعترض على ادارتك الفنية براحتك تعمل اللي انت عايزه طيب الاهلي وبعد الجمهور بيطالب الكاتف المحمود الخطيب بتغييرات وقراراتها السمع حقه حقه وكابت المحمود الخطيب لازم يسمع الجمهور واكيد حيسمع الجمهور مش ده مش دي النقطة او دي النقطة اللي فيها اعتراض كل اللي الجمهور بيقولوا صح واللقطات اللي بقالها فترة صح واللقطات اللي بقالها فترة صح محمد عبد المنعم لقطات كتير فوق كتير عصبية لعيبة مشاهد بتعوداش نشوفها حتى ومسلماني موجود تصريحات بس الغريب انك ترجع تنجي على مسماني وتقول ايه فين مسماني هاتوا تاني فين مسماني ايه منها الجمهور اللي قال مسماني والجمهور اللي قال مش عايز وجمهور اللي كان بيصرح والدارة ما السكت ومسماني قال انا مش عايز همشي وasystemم مسماني ما كانش يمشي مع الاهلي واحد يقول لي ده بطولاته واركامة يقول له اه تصريحات وبعد المؤتمرات ما تمشيش مع الاهلي الاهلي سيستم وما انا كنت مستغرب ان مسماني متساب كده على طول تصريحات على طول تصريحات بعد المؤتمرات مش ده الطبيعي غير التويتات والبستات غير أنا جاي لأوفر أنا جاي لعرض غير زوجته غير مديري تعماله حاجات كتير حاجات كتير في موضوع موسيماني هو اللي قرر الرحيل واللي يمشي عن الاهلي يخسر اللي يمشي عن الاهلي ويبعد عن الاهلي هو اللي حيخسر بس أنا عايزة ناقش جمهور الالي في نقطة اوصل في زعلك لكل حاجة بس ما تجيبش ما تجيبش الأساس من تحت وتمهده يعني الإدارة والإدارة الفنية واللعيبة ومجلس إدارة الأهلي مجلس إدارة الأهلي طول عمره قوي بجمهوره وجمهور النادي الأهلي طول عمره قوي بثقةه في إدارته بثقةه في إدارته خلوا دي دايما موجودة خلوا دي دايما موجودة إذن أنا بس بذكر بذكر الجمهور إن هي الإدارة اللي كسب بطلاق كتير هي اللي بترى اللي عملت انجازات هي الادارة اللي انتو من حقوقكو تزعلوا دلوقتي منهم لان نتائج وحشة لان نتائج وحشة بس مش مع نتائج وحشة هدكم انا لازم ابني لازم افوق بكرة لازم اكسب المطش الجاي لازم اعود للدورة نافس لازم ابني وبسرعة جدا حبني بسرعة ازاي لو هديت كل حاجة حبني بسرعة ازاي لو مشيت عشرين لعيب السلية بره ديانج بره الشيناوي بره وده طب انا هكمل بمين مش هو ما بيكسبوا اه وحشين دلوقتي وحشين مش قادرين يوقفوا ع رجلهم مش قادرين واللعيبة دي لازم عندها عندها ولأ للمكان اللي مش قادر اللي مش قادر يلعب دلوقتي يلعب على ديكة المدلاء اللعيبة مش قادرة وعايزة تعمل ارخام لنفسها على حساب النادي الاهلي وده ما ينفعش وده ما ينفع ولازم تبقى القرارات الفنية قوية انت هتقعد انت مش هتلعب